برحب بحضراتكو في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف حلقتنا النهاردة يمكن الوقت يعني يا رب يصحفنا لأننا عندنا حاجات كتيرة جدا جدا النهاردة هنتكلم على الدورة الإنجليزية الدورة الإنجليزية يمكن الجولة اللي فاتت ولعبة الكراسي الموسيقية بين تولاسي القمة ما بين طبعا تشيلسيا وفقدانو نقطة غالية كمان فوز ليبر بول في الدقائل الأخيرة وكمان عندنا فريق يمكن المان يونيتد هنشوف عمل ايه مع رالف رانكين طبعا المدير الفني الألماني الجديد للإدارة الفنية لفريق منشستا يونيتد وصراع الثلاثي زي ما بقول لحضراتكو تشيلسي ليبر بول وإلمان سيتي ده على مستوى البريميال ليج كمان على مستوى الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كمان مشتعل جدا بعد طبعا تعادل نابولي وبقى الصراع مستمر بين الثلاثي القمة بنتكلم على الإنتر بنتكلم على الميلان بنتكلم على نابولي وهنتكلم كمان مع حضراتكو على اليوفينتوس اليوفينتوس كمان حالة خاصة جدا جدا في الدوري الإيطالي مش بس من الحالة الفنية وكتيبة أليجري اللي طبعا يعني في حالة لا يرطلها على المستوى الفني لكن كمان على المستوى الإداري على المستوى الإداري ويمكن الأسبوع اللي فات كان فيه اقتحام من الشرطة الإيطالية على اليوفينتوس للتحققات في شبهات كثيرة جدا جدا على مستوى الإعراض على مستوى انتقالات اللعيبة وفيه أزمة كبيرة جدا جدا في اليوفينتوس هنتابعها النهاردة مع حضراتكم كمان ما ننساش أني طبعا الجولة الفاصلة للشاملز ليج دور الأبطال هتبدأ بكرة هنتابع مع حضراتكم ومن الفرق اللي عندها حزوز الوصول إلى طبعا الدور القادم دور التمانية هنتابع دورة من خلال المحترف